الطيبين مش واخدين حقه والملوعين اللي بميت وش هم اللي عارفين يزباطوا أموره كلام من كتر ما بنسمعه بقى بيخلينا نحس ان لو اللي في قلبنا على لسنة وما بنحسبهاش عمرنا ما هنعرف نوصل لحيجة في حياتي الذكاء الاجتماعي هل هو نوع من أنواع النفاق ولا ضرورة في زماننا ده عشان نعرف نعيش خليني أرحب بضيفي العزيز الدكتور أحمد فوزي صبراء استشاري الطب النفسي أهلا بحضرتك معنا يا أهلا وسهلا بيك إزاي حضرتك في ناس كده بيكون عندها لباقة في تصرفاتها كلامها محسوب عندها كاريزمة وده بيخلي الناس تنجذب لها بسهولة جدا هل الصرف ده هو الذكاء الاجتماعي والذي فترة يعني ناس كده بتتولد بيه وناس لأ يعني هل هي مهارة نقدر إن احنا ننميها بسم الله الرحمن الرحيم أولا بحقيقي طبعا على الموضوع الرائع اللي هيهم الدنيا كلها وأولا الناس اللي هتفتكت الذكاء الاجتماعي طبعا تركز دلوقتي عشان نتعلم أيها طيب هل هو مكتسب ولا وراسي تعالي نقول إن هو مكس من الاتنين بمعنى هو المهارات بتاعتنا والذكاء الاجتماعي قايم على الخبرات واخد دي مكتسبة طيب بس فيه أفراد بيتولد وعنده استعداد إنه ياخد الحاجات دي يعني بقول إيه بقول إن سبحان الله الولد ده مولود عنده مهارة إنه يركز وياخد باله من التصرفات ويقلد ويكتسب مهارات شطر قوي دي اللي بيسموها الكاريزمة هو ربنا ما تديله فطرة كده من عنده إنه يقدر يلقب بسرعة فهو ما كانش عنده مهارات التواصل الاجتماعي لكنه قدر يكتسبها إذن هي الزكاء الاجتماعي هنا مكتسب أم مكتسب لكن في واحد عنده مهارة يعرف يكتسبه والتاني ما عندهش طيب ما تغشيشنا كده يا دكتور إيه اللي ممكن نعمله علشان نقدر نكتسب المهارة دي ونتعلمها طيب نقول بصراحة كده أو يعني ببساطة فكرة إن الزكاء الاجتماعي هو قدرات على التعامل مع الناس بس بشكل لطيف جداً بشكل منظم جداً بنقول عليها كده كلمة الحكمة الناس اللي عندها معنى أو فهم الكلمة حكمة يعني حكمة هي أن تعرف ماذا تقول وفي أي وقت تقول وبأي قدر تقول واحد بيعمل كل حاجة بالمسطرة بالمقاس وأوتوماتيك ومن غير ما يفكر بتطلع منه كل حاجة في مكانها بالزبط بيقدر مشاعرك بيعرف يقول كلام مناسب تفاعلاته حلوة جداً كارزماته حلوة جداً هو بيكلمك أنت مبسوط معاه بعد أن بيخلص الحوار أنت عايز تفضل عارفه بعد كده علاقاته الاجتماعية نجحة بيبني علاقات حلوة جداً بيفسر ويفهم كلام الناس بطريقة صحة ده بيخليه يبني علاقات أقوى بكتير بعد شوية بيطور من نفسه أعلى يبقى عنده إيه زكاء اجتماعي هل فيه تدريبات كده ممكن نعملها تساعدنا أن إحنا نبقى هذا الشخص إحنا بنبدأ في الأول وإحنا صغيرين حياتنا بتبعبارة عن اكتساب يعني أنا ما بقاش لسه عندي حد بيقول لي يلا تمرن زكاء اجتماعي لا خالص أنا بطلع بشوف الأب أو بشوف الأم وهم بيتعاملوا مع الناس طبعاً هنا بيبقى البداية الأسرة اللي هي البيئة الأولى البيئة الأولى دي هي اللي بتبدأ تديلك أول حاجة في حياتك أول خطوة في بناء الزكاء الاجتماعي الثقة بالنفس عندك ثقة بالنفسك هتبدأ تعمل نجاحات حلوة جداً طب ما عنديش ثقة بالنفس هتبقى أول علامة لنقص الزكاء الاجتماعي عندك طيب الثقة بالنفس أب وأم بيدهالك وبعدين ببدأ أنا أشوف بقى هم بيتواصلوا إزاي ليت أب هادي مش عصبي أم متزنة في تصرفتها بيئة اجتماعية حلوة بدأت أتعامل زيهم بقلدهم الطفل معروف أنه بيقلد أول حاجة في حياة الطفل البصر والسمع بيكونوا اللي اتنين دول شغالين تسجيل فوري لكل حاجة وبعدين مع نمو مهاراتي كطفل بحب أفرحكوا بيئة قوي إزاي؟ أفاجئكوا إن أنا بعرف أقلدكوا طب لو بابا وماما بيتخنقوا ويزعقوا هتلاقي طفل بيسرخ طب لو ماما وبابا هديين هتلاقي طفل عصولة من نوع اللي هم اجتماعيين هتلاقي بيابتسم للناس أول ما يقابل ضيف غريب هو مبتسم حبوب تهسنك الطفل ده عايز تجري عليه طب هو الطفل ده عنده إيه؟ قالك عنده مهارة اجتماعية تعلمة يبقى أول بيطات الذكاء الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر